اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التواصل الحيوية بين الأشقاء مرتكز هام لتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء ذلك لدى لقاء سموه مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في الدوحة أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن مواصلة رفض مسارات التعاون والتنسيق سيفتح أبوابا وعيدة للعمل المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وهو مما تحرص عليه قيادة البلدين الشقيقين في إطار علاقتهما الأخوية الوطيدة وإسهاما في تدعيم أسس التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بالدوحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لسموه وفي بداية اللقاء رحب صاحب السمو أمير دولة قطر بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الرسمية مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وقد نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لدولة قطر الشقيقة المزيد من الرفع والارتقاء وأكد سموه على أن التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون عبر مختلف صور التواصل الحيوي بين الأشقاء هو مرتكز هام أسهم في الدفع بمسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما تجسد في حكمة ووحدة المواقف التي تتخذها دوله إزاء مختلف التحديات وترجمة مضمون الشراكة الحقيقية لتعكس صلابة هذه المنظومة وقدرتها على تحقيق المزيد من المنجزات والسعي نحو التكامل الذي يتيح لها صفة التنافس مجتمعة بين مختلف التكتلات القوية مشيرا سموه إلى أن استمرار مساعي تعزيز منظومة مجلس التعاون ككيان موحد يجسد التزام الدول الشقيقة وإيمانها الراسخ بواقع المصير المشترك والعمق الاستراتيجي الذي يشكله المجلس لدوله فذلك ترسيخ لبنية هذه المنظومة بما يرسخ أركان أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات قادتها وشعوبها نحو المزيد من الازدهار والتقدم المستدام لخدمة تطلعات المواطن الخليجي هذا وقد أقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة ما دبت غداء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق ترجمة نانسي قنقر